من جديد تجمع مصر القارة السمراء على أرضها في بطولة كأس الأمم الإفريقية لقرة اليد في وقت يطمح فيه المنتخب الوطني في إسعاد الجماهير بحصد البطولة بعد الاقتراب من حصد ذهبية دور ألعاب البحر المتوسط بالجزائر الأسبوع الماضي لو لا فارق هدف وحيد حققه منتخب إسبانيا وبعد عام واحد من استضافة مصر كأس العالم لقرة اليد 2021 يفرض تنظيم مصر المبهر نفسه على استضافتها البطولة الإفريقية للمرة السادسة بعد إشادة اللجنة الإفريقية بمعاينة مجمع الملاعب الدولية الذي اختير لإقامة البطولة لما يملكه من تطور تكنولوجي وإضاءة وتجهيزات لاستقبال الجمهور الذي سيحضر مباريات المنتخب بواقع 4500 متفرج في صالة حسن مصطفى و2000 في صالة أكتوبر الدولية ليكون استكمالا للنجاح الكبير الذي تحقق مصر حاليا في استضافة الأحداث الرياضية الدولية والقرية على مدار السنوات الماضية بعد أن حصلت على ثقة جميع الاتحادات الرياضية الدولية والقرية ومع أن توقيت الاستعداد والتجهيز للبطولة كان قصيرا جدا ومضغوطا نظرا لحصول مصر على التنظيم بعد اعتذار المغرب في أبريل الماضي فإن مصر كانت على قدر الحدث والمسؤولية الملقاة على عاطقها وجاهزة بالبنية التحتية القوية وملاعبها المميزة وقدراتها الضخمة على التنظيم في أقرب وقت للبطولة لما تشهد من طفرة في الأبنية الذكية تجسدت في مجمع صالات حسن مصطفى الذي يمثل جيلا جديدا لصالات الألعاب الرياضية على مساحة 30 ألف متر مربع وسعت وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة الماضية إلى تجهيز للبطولة من خلال العمل على قدم وساق من أجل الظهور بشكل مشرف ليكون مجمع الصالات على أتم الاستعداد لاستقبال البطولة كاملة بعد تطوير غير مسبوق في ظل الدعم الكبير والاهتمام غير المحدود من القيادة السياسية والتوجيه الدائم بتوفير كل متطلبات النجاح لأي حدث رياضي في مسر